بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طبعا نحن مواصلون إن شاء الله في شرح الدروس وحل التمارين حتى يفهم جميع أبنائنا إن شاء الله وحتى تنجحوا جميعا بإذن الله في شهد تعليم المتوسط طبعا درسنا فيما مضى نظرية طالس واليوم إن شاء الله نظرية طالس العكسية لكن قبل أن أبدأ في نظرية طالس العكسية نصيحة فقط إذا لم تفهم نظرية طالس يجب أن تعود للدرس موجود على قناتي وتفهم نظرية طالس جيدا لماذا؟ إذا فهمت نظرية طالس سوف تفهم نظرية طالس العكسية بسهولة وفي خمس دقائق فقط لكن إذا لم تفهم نظرية طالس مستحيل أن تفهم نظرية طالس العكسية وهكذا فيتاغورت وان فيتاغورت العكسية نفس الشيء إذا فهمت جيدا نظرية فيتاغورت سوف تكون فيتاغورت العكسية سهلة جدا لكن إذا لم تفهم نظرية فيتارس سوف تكون نظرية فيتارس العكسية صعبة عليك إذن كما قلت إذا لم تفهم نظرية طالس يمكنك العودة إلى الدرس موجود على قناتي الآن نبدأ على بركة الله لماذا قلت إذا فهمت نظرية طالس سوف تفهم نظرية طالس العكسية بسهولة انظروا كيف سميناها ما اسمها اسمها طالس العكسية معناها ما قمنا به في نظرية طالس سوف نقوم بعكسه هكذا وفقت هذه هي نظرية طالس العكسية أعطيكم مثال حتى تفهموا مثلا انظروا هنا قبل أن أدرسك في طالس العكسية يجب أن أراجع طالس لأنك إذا فهمت هذه فسوف تفهم هذه الآن هذين الشكلين هما مثالين لطالس العكسية وليس لطالس لكن هنا قبل أن ندرس طالس العكسية نفرض أن هذا الشكل لنظرية طالس ماذا يجب أن يقوله ليجب أن يقوله للمستقيم TS يوازي المستقيم KL لأن ندرسناها سابقا قلنا لا يمكن أن أتحدث عن نظرية طالس أو أحل تمرين في نظرية طالس إلا إذا كان لديه التوازي نفرض أن هذا المثال لنظرية طالس وليس لنظرية طالس العكسية كيف نقول تعلمناها سابقا نقول لدينا هذا المستقيم TS يوازي المستقيم KL ومنه حسب نظرية طالس نجد نجده ماذا نجد؟ قلنا تطبق الأصغر على الأكبر الأكبر على الأصغر لا يهم نقوله مثلا RK على RT أنا طبقت الأكبر على الأصغر معناها أقول RL على RS لا أستطيع أن أقول RS على RL لأنني بدأت بالأكبر على الأصغر الأكبر على الأصغر ثم KL على TS ثم نعوذ ونحسب لا علينا التعويض والحساب سهل كلكم تعرفون التعويض والحساب هذه نظرية طالس لو كان نظرية طالس نراجع مع بعضنا البعض قلنا في نظرية طالس ما هو المعلوم؟ ما هو المجهول؟ المعلوم هو التوازي في نظرية طالس يجب أن يكون لديك التوازي حتى تستطيع أن تطبق نظرية طالس معناها التوازي معلوم ما هو المجهول؟ المجهول هو الأطوال قلنا في نظرية طالس لماذا نستعملها؟ نستعملها لحساب الأطوال مثل يعطيك هذا الطول مجهول أو هذا الطول هذا 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 لا يهم يعطيك هذا وهذا مجهولين طولين وليس طول واحد لا يهم المهم نظرية طالس باختصار يعطينا التوازي يطلب مننا حساب الأطوال هذه هي نظرية طالس الآن إذا كنت فاهم النظرية الطالس يمكنك أن وحدك وليس معي أنا أو مع أستاذك وحدك يمكنك أن تعرف ما هي نظرية طالس العكسية اسمها طالس العكسية لدينا طالس وطالس العكسية يعني عكسها في طالس يعطينا التوازي ويطلب حساب الأطوال قل لماذا يعطينا في نظرية طالس العكسية وماذا يطلب منا قل لماذا نعم هي هكذا في طالس يعطيك التوازي ويطلب منك حساب الأطوال لكن في طاليس العكسية العكس يعطيك الأطوال ويطلب منك إثبات التوازي إذن من اليوم فصاعدا لماذا نستعمل طاليس نستعملها لحساب الأطوال وكي نحسب الأطوال يعطينا التوازي في طاليس العكسية ماذا نفعل بطاليس العكسية نتبت بها أن المستقيمان متوازيان وكي نتبت أن المستقيمان متوازيان يعطينا الأطوال وهذا موضح في المثال التالي هذا المثال أنظروا هنا لو كان الطالس يعطيني التوازي ويقول لي أحسب الأطوال التوازي معلوم الأطوال المجهول في طالس العكس يقولنا العكس أنظروا الأطوال كلها موجودة لا تقول لي هذين طولين غير موجودين هذين المستقيمين أريد أن أتبت أنهما متوازيا إذن لا يهمني إذا كان معلومين أو مجهولين نحن نتحدث عن هذه الأطوال قلنا في طاليس يعطيك توازي يطلب حساب الأطوال في طاليس العكسية أعطاني جميع الأطوال موجودة وماذا يقول لي يقول لي بين أن أو أتبت لا يهم أن المستقيم TS يوازي المستقيم كالعكس في طاليس كان التوازي معلوم في طاليس العكسية يصبح مجهول الآن تقول يا أستاذ هذه فهمناها لكن كيف أجيب فالإجابة أمامك قلنا طاليس العكسية يعني العكس هنا بدأت بالتوازي كي تحسب الأطوال هنا نبدأ بالأطوال كي نجد التوازي أقول له إذا كان إذا كان RK على RT يساوي RL على RS فحسب نظرية طاليس العكسية طاليس العكسية نجد أن ماذا نجد وماذا نريد أن نجد نريد أن نجد أن المستقيم TS يوازي المستقيم كال هكذا وبكل بساطة هنا في طاليس لدي التوازي عفوا وأريد أن أجد الأطوال هنا لدي الأطوال وأريد أن أجد التوازي بعض الملاحظات ما هي بعض الملاحظات؟ في النظرية العكسية دائما أقول إذا كان لماذا أقول إذا كان أنا لم أحسب لا أعلم إذا كان هذا يساوي هذا أو لا يساوي لم أحسب عندما أحسب سوف أعلم لكن الآن لا أعلم إذا كان هذا الكسر يساوي هذا الكسر فإن المستقيمان عفوا إذا كان هذا الكسر يساوي هذا الكسر فإن المستقيمان متوازيان هذه الملاحظة الأولى دائما في النظرية العكسية إذا كان الآن الملاحظة الثانية لماذا في نظرية طاليس يوجد تلت كسور وفي نظرية طالس العكسية كسرين فقط في نظرية طالس يوجد ثلاث كسور لأنني أعلم أن هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم أعلم أنهما متوازيان مدام أعلم أنهما متوازيان أستطيع أن أستعملهما في الحساب لكن في طالس العكسية لا أعلم أن المستقيمان متوازيان أنا أريد أن أثبت أنهما متوازيان لا أعلم لذلك المستقيمان المتوازيان لا تستطيع أن تستعملهما في نظرية طالس العكسية تستطيع أن تستعمله معفوا في طالس لكن في طالس العكسية لا تستطيع الآن تقول يا أستاذ مفهومة الآن كيف نكمل كتبت هذه الكتابة ضرورية دائما نكتب هذه الكتابة كيف أكمل أقول لك بسيطة أنت قلت لنا إذا كان هذا يساوي هذا فإن المستقيمان متوازين احسب هذا احسب هذا إذا وجدتهم متساويا فإن المستقيمان متوازين بكل بساطة RK على RT يساوي ماذا يساوي؟ من الشكل RK ما هو طوله 5RT ما هو طوله 4RK على RT يساوي 5 على 4 ويساوي 1.25 ونفس الشيء بالنسبة لهذا الكسر حسبنا هذا الكسر لوحده الآن نحسب هذا لوحده RL على RS ماذا يساوي؟ انظروا RL هذا RL 5.25 RS 4.2 الآن 5.25 على 4.2 أنا حسبتهم سابقا يمكنكم التأكد باستعمال للحاسبة وجدته 1.25 انظروا كيف وجدت هذين الكسرين وجدتهما متساويان وأنا في الأول ماذا قلت؟ قلت إذا كان متساويان فإن هذا يوازي هذا الآن مباشرة مدام هذا الكسر يساوي هذا الكسر إذن المستقيمان TS وKL هما مستقيمان متوازيان هكذا بسيطة جدا 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 قلت لك إذا فهمت نظري الطالس سوف تفهم طالس العكسية لماذا؟ فيطالس وراجع بسرعة فيطالس يعطيني التوازي يطلب مني حساب الأطوال فيطالس العكسية يعطيني الأطوال العكس يعطيني الأطوال يطلب مني حساب التوازي عكس ما أفعله فيطالس أفعله فيطالس العكسية وبسيطة جدا وهذه الإجابة كافية في شهد تعليم المتوسط لا تقول يا أستاذ الإجابة قصيرة أو أنها مختصرة لا في الرياضيات نفهم كثيرا ونكتبه قليلا فقط هذه تكفي كإجابة هنا في طاليس المستقيمة المتوازيان أبحث عن الأطوال هنا لدي الأطوال أبحث عن التوازي بسيطة عليك فقط بحل التمارين حتى تفهمها جيدا الآن نطبق أيضا طاليس العكسية على هذا الشكل مثلا هنا قال لي ماذا قال لي قال لي أثبت أن نفس الشيء قلنا في طاليس العكسية بماذا أبدأ أبدأ بالمعلوم ما هو المعلوم؟ المعلوم هي الأطوال أقول له نفس الشيء الذي فعلناه إذا كان RT على RK عفوا لم أترك المساحة هنا إذا كان RT على RK بدأت من الأعلى إلى الأسفل الآن سوف أكمل من الأعلى إلى الأسفل يساوي RS على RL فحسب نظرية طاليس العكسية نجد نجد أن المستقيم يوازي المستقيم لماذا؟ لأننا قلنا في نظرية طاليس نقول له ما دام المستقيمان متوازين في طاليس هذه الكسور متساوية هذه في طاليس العكسية نقول له ما دام هذه الكسور متساوية فإن المستقيم المتوازين عكسها وفقط كيف أعرف أن هذه الكسور متساوية أحسب R S على R L ماذا يساوي R S على R L من الشكل R S 1 R L 4 1 على 4 قسمها بالألة الحاسبة 0.25 حسبنا الكسر الأول نحسب الكسر الثاني R T على R K R T على R K ماذا يساوي R T على R K من الشكل انظر معي R T 1.5 R K 6 سنتيمتر يساوي 1.5 تقسيم 6 كم يساوي يساوي 7.5 و20 الآن ماذا موجدت الكسران متساوية ماذا يعني المستقيمان متوازين بسيطة إذن المستقيم K L يوازي المستقيم S T بكل بساطة أظن أنها بسيطة جدا قبل أن أنهي الفيديو مراجعة بسيطة جدا لطاليس طاليس العكسية قلنا طاليس ماذا يعطيني يعطيني التوازي ماذا يطلب مني يطلب مني حساب الأطوال هذه طاليس يعطيني التوازي يطلب مني حساب الأطوال لماذا نستعمل طاليس لحساب الأطوال طاليس العكسية العكس طاليس العكسية العكس يعطيني الأطوال ويطلب مني إتبات التوازي معناها من اليوم فصاعدا افهم طاليس وطاليس العكسية لا تحفظهما افهم طاليس يعطيك التوازي يعطيك أنها مستقيمة متوازية وإذا لم يعطيك التوازي تتبته أنت لا توجد مشكلة المهم التوازي موجود الأطوال غير موجودة تقوم بحسابها طاليس العكسية العكس الأطوال موجودة التوازي غير موجود هو الذي تقوم بحسابه انتهينا من طالس طالس العكسية بقي لنا فيتاغورت وفيتاغورت العكسية ونبدأ في حل التمرين إن شاء الله بالتوفيق يا أعزائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته